أكدت وسائل أعلام إيرانية أن وزير الخارجية البريطاني سيقوم بزيارة إلى طهران الأسبوع القادم لافتتاح مبنى سفارة البريطانية يأتي هذا فيما حذر الطهران من استخدام الإرهابيين لتمريل أهداف سياسية في العراق وسوريا واليمن أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن المسجد الحقيقي هو الذي يعمل على ترويج العلم والتعليم والتربية ويكون مصدر إلهام للمقاومة والصمود وليس تخريج دعاة العنف والتطرف والإرهاب والافتخار بقتل الناس الأبرياء وتسمية ذلك جهادا وفي كلمته التي ألقاها اليوم خلال حفل افتتاح المؤتمر الثالث عشر لليوم العالمي للمساجد بطهران أكد الرئيس الإيراني أن المسلمين لن ينسوا أبدا الذكرى المرة لإحراغ قبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى قبل 46 عاما مضيفا أن ذلك الحادث أثبت بأن الكيان الصهيوني العدواني لا يلتزم بأي من المبادئ الاجتماعية والإنسانية وفي موضوع آخر أعرب مساعد وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن قلق ظهران إزاء مساعي بعض اللاعبين لتمرير أهدافهم السياسية في العراق وسوريا واليمن عبر استخدامهم العصابات الإرهابية وأشار أمير عبداللهيان خلال لقائه نظيره الألماني ماركس إدرر إلى الموقف الإيجابي لبرلين وجهودها لحل الأزمات الإقليمية وقال إن البلدين لديهما وجهات نظر مشتركة فيما يتعلق بالحل السياسي والواقعي للأزمات بالشرق الأوسط ما يشكل أساسا للمشاورات الثنائية وتعزيزها والتي تؤدي بدورها إلى التعاون الحيوي والبناء أيضا وتطرق مساعد وزير الخارجي الإيراني إلى التهديد المتزايد التكفيرين والإرهاب المتطرف على الصعيد الدولي منوها إلى مواقف طهران حول الأزمة الإقليمية سيما في سوريا والعراق واليمن من جهة أخرى نقلت وسائل علام إيرانية عن مصدر مضطلع بوزارة الخارجية الإيرانية قوله إن وزير الخارجية البريطاني في لبهامون سيزور طهران يوم الأحد القادم لافتتاح السفارة البريطانية في طهران وكان القائم بالأعمال الإيراني غير المقيم في لندن محمد حسن حبيب اللازادق قد أعلن أن هناك مفاوضات تجري لافتتاح سفارتي إيران وبريطانيا وفي حال الانتهاء منها سيكون هناك تمثيل كامل بين البلدين